نجحت قمة سويسرا من أجل السلام في أوكرانيا في حشد حضور دولي وازن لكن بيانها الختمي لم يحظب ما فقد جميع الأطراف المشاركة فبعد أن فتح غياب روسيا الباب أمام اتهامات مسبقة لمخرجات القمة بأنها ستكون منحازة لأوكرانيا وعلى قياس مصالح حلفائها جاء غياب الإجماع الدولي بشأن البيان الختمي للمؤتمر ليجعل طريق السلام في أوكرانيا مقترنا بمواقف ومصالح طرفي الصراع من بين الدول التي لم توقع على إعلان القمة هناك دولة الإمارات والسعودية والبحرين بالإضافة إلى الأردن وليبيا والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل ودول أخرى أوضحت الإمارات موقفها المتمثل في ضرورة دعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع في أوكرانيا والدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد والرفض الإماراتي للتوقيع على البيان الختمي للقمة مرتبط بدورها كوسيط في عدد من الملفات المعقدة في هذا النزاع فانضمامها إلى الإعلان سيحول دون لعبها دورا إيجابيا في إيجاد حل للأزمة خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية وعمليات تبادل الأسرة بين الجانبين بالإضافة إلى الأمن الغذائي الهند بدورها شددت على أن الحل السلمي للأزمة الأوكرانية يتطلب مواصفته بالتفاعل الصادق والعملي بين طرفي الصراع لم تنتزع أوكرانيا بالتالي إجماعا دوليا على إنهاء حربها حتى دون إشراك روسيا في عملية السلام ووضع شروطها في الاعتبار وموقف واشنطن بشأن تلك الشروط هو ذاته فالبيت الأبيض أكد مجددا أن تلبية المطالب الروسية تعني تخلي كييف عن مزيد من الأراضي ريهان سويسرا إذن على ممارسة دورها التاريخي بالوساطة في النزاعات لم يحقق الاختراق المنشود في قمتها هذه وتتجه الأنظار الآن إلى احتمال عقد قمة ثانية حيث تريد أوكرانيا أن تقدم لروسيا خطة يجري الاتفاق عليها دوليا للسلام